بعد سبعة أشهر من المصادقة على مخطط استيطاني لإنشاء خط ناقل للمياه يمتد على طول خمسة عشر كيلو مترا يصل بين مستوطنتي القناة وبركان الصناعية شرع الاحتلال بوضع علامات على الأراضي التي سيمر منها والأشجار التي سيقطعها في قرية صرط غرب السلفي وفتحوا شارع بحجة أنه طريق أمني لبركان وقصطعوا الأرض أواصل الأرض عن بعضها البعض وقصطعوها عنا بحيث أنه بطلنا نعرف نوصل الأرض الآن بيجرفوا في هذا اليوم دخلوا في أرضي وبلشوا فيها تجريف بحجة شارع خط مية اللي هو بعرض أربعة عشر متر السواء ما بيكف على عرض أربعة عشر متر هم يشتغلوا بيجتاحوا فيه أكثر من خمسين متر حوالي بيخربوا وهم يشتغلوا فيه الخط سيمر بأراضي بلدات مسحة وصرطة وبديا وبرقين وحارس ما سينتج عنه إلحاق الضرر بالأراضي الزراعية من خلال عمليات التجريف واقتلاع أشجار الزيتون نزلنا نعاني في قرية سرطة من زحف المستوطنات المحيطة في قرية سرطة على أراضي القرية ومنما زادت طينة بالله جاءنا خط مياه يضم حوالي 200 دنم من الأراضي يدمر 200 دنم أراضي زراعية في جنوب القرية وهناك خط طريق للمستوطنات فتحوه في أراضي القرية كثافة المشاريع الاستيطانية على أراضي محافظة سلفيت لم تعد تبقي للمواطنين فيها موطئ قدم خاصة ونحن نشاهد المستوطنات تطوّق القرى والبلدات بشكل كامل استمرار الاحتلال بمشاريع الاستيطانية سيؤدي بطبيعة الحال هنا إلى جعل قرانا وبلداتنا مطوّقة بأحزمة من المستوطنات من أراضي قرية سرطة محمد اشتاية تلفزيون فلسطين